مشهد الأمح ومشهد القطن المشهدين دول حتى دائما كانت السينما المصرية تخلدهم جدا وبتدي لهم دائما مكانة كبيرة يمكن دول من أشهر المحاصيل المصرية احنا عارفين ان احنا تاريخيا احنا كنا أهم مكان لإنتاج القمح في العالم القديم زمان في الحضرات القديمة وحتى وقت قريب احنا كنا من أهم الأماكن اللي بتنتج قطن للعالم كله لازال القطن المصري بيحتل المكانة بتاعته احنا في انتظار ان احنا نزود المساحات المزروعة قطنا بس هرجعك على الأمح هذا المشهد المزهل والجميل حصاد الأمح في الغطان وفي الحقول وفي الأراضي المصرية عرأي اخواننا الليبنانيين يسموه الحنطة المشهد الذهبي لون الذهب ده اللي طالع من الأرض شيء عظيم حتى احنا استخداماتنا الرئيسية في الأمح تستخدم في الخبز بالسحنة في مصر تقول عليه ايه؟ عيش حياة النهاردة في خامة الرئيس شهد افتتاح موسم حصاد الأمح وطبعا مصنع انتاج البطاطس فيه شرق العوينات فمحافظة الوادي الجديد خدمة لك محافظة الوادي الجديد دي أكبر محافظة في جمهورية مصر العربية تقريبا خمسة واربعين في المية من مساحة مصر هي الوادي الجديد محافظة واعدة إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود طيب في السياق ده أعلنت موسوعة الأرقام القياسية جانس راكوردز أن مصر حطمت الرقم القياسي فأكبر مزرعة نخيل طمور في العالم مساحتها 132 ألف كيلو متر مربع أكبر حوض سحب مياه في العالم بكمية 245 ألف متر مربع أنا كل ده بكلمك على إزاي محافظة زي الوادي الجديد دي منجم طيب مع انطلاق أو إطلاق موسم الحصاد في شرق العوينات فخامة الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرنس افتتح موسم حصاد الأمح كمان فخامة الرئيس عمل جولة تفقدية شملت مصنع إنتاج البطاطس موقع زراعة وحصاد محصول البطاطس وعباد الشمس في شرق العوينات استمع للشرحة على مكات كان بيتناول مكونات هذا المشروع العملاق العملية الانتجية الطاقة التخزينية إلى أخيره بعد كده انتقل فخامة الرئيس لموقع زراعة وحصاد البطاطس أو حصد البطاطس واللي بيتم توردها لمصنع إنتاج البطاطس هناك وطبعا مرحل بقى جمع المحصول كمان الشرح من مسؤولين الشركة عن المساحات المزروعة ومرحل إنتاج والتجهيز والتعبئة والتغذيف حتى يصل إلى يد المستهلك رئيس الكلمات أو ليه أكتر من كلمة مهمة جدا في هذا اليوم بالتأكيد أبرزها الاستخدام الرشيد الزكي الحكيم للمياه المستخدمة في الزراعة وإزاي نقدر نستفيد من مخزون المية في منطقة شرق العوينات وإحنا بنستخدم طرق الرئي الحديثة بالمناسبة جدير بالذكر مصر ما كانتش بتعمل المكان اللي هو الرئي المحوري البيوت لأ هو دلوقتي مصر بتعمله وبالمناسبة دلوقتي موجود البيوت أو الرئي المحوري إنت بتشوف البتاع الطويلة جدا الرشاشات اللي بتستخدم فيه رئي المناطق الضخمة أو الشاسعة في الزراعة بقينا بنعمل لا أنا مش هسألك ما كناش بنعملها قبل كده ليه خالص سايبها لك